أطلق حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بعدد من المحافظات وأكد الحزب استمرار مبادراته المجتمعية الهادفة إلى تفعيل رؤى الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة نظم حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بمحافظات قناوة الشرقية سوهاج والمينيا الأقصر والفيوم، الوادي الجديد وأسيوط ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تفعيل رؤى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة الزيجة نادر عبد الملاء من جينا سنشكر السيد الرئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والله إحنا جينا نسلمنا الجديم وإحنا نستلم جديد والله ما دفعنا أي فلوس وعلى حتى جنيه محمد عبد الحميد ياسين من محافظة الأقصر وبرك الله فيك رئيس وإحنا مأيدينك في كل خطوة اختيات أنا اسم محمد حسين علي عبد العال والمحافظة الوقت الجديد طحيا مصر، طحيا مصر، طحيا مصر محمد رجب عبد الرشيد محافظة المينيا مركز بنامزار جايين من سلم العربات البجول الجديمة وبنستلم مكانها عربية جديدة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يخلي لنا ويخلي المصر وطحيا مصر اخلصنا لازم يبقى خائف من نفاق حتى عدراتنا يبقى على شان الفتاح اخلصنا لازم يبقى خائف من نفاق حتى عدراتنا يبقى على شان الفتاح ومصر تفقى بينا أعلى تبقى عنده لدها أولى وهو دا بقى معنى الوفا والانتمام عزيز سلام لمصر وأرضها عبد الله نبهين محمد من محافظة المينيا مركز بنامزار بيشكر سيادته على المشروع العظيم اللي عمله دا وربنا يخلي للمصر وتحيا مصر وتحيا مصر، وتحيا مصر وربنا يخلي لنا سعادة الرئيس قطر ألف خير وربنا يعلم من شأنه كمان وكمان ويعود له في صحته وفي عفيته إن شاء الله عظيم سلام لمصر وأرضها عظيم سلام اللي بيحكى بها عظيم سلام ناصر وحيد محمد من محافظة الشرقية جيت سلمت على العربية القديمة والسلامة العربية الجديدة وكان فيه تسهيل جميل جدا في الإجراءات وربنا يبارك لنا في عمر سيادة الرئيس سلامنا عربية من بدارة الرئيس هدية وإسلم الرئيس والله خليه لغلاب الرئيس وبركنا الله فيه أنا أحمد حمدي حسن تمام من سهد بسم الله من شاء الله يعني مكانيات تمام بسم الله من شاء الله عربيات حديثة معدلة 100% وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر دا بقى معنى الوفا والإمتنام تعزيل سلام لمصر وأرضها تعزيل سلام من اللي بحبها تعزيل سلام للي بحبها مشاكل يا رئيس، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر ربنا يخليك لنا رئيس، ربنا يخليك للغلاب يا رئيس نسكر رئيس جابلنا عربية حديثة وجايين النهاردة نستريمها نهبني من الفيون بتحيا مصر، بتحيا مصر، بتحيا عبد بتاع السي نشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة احنا سلمنا العربية القديمة واستلمنا عربية جديدة شكرا جدا لسيادة الرئيس، تشكلي، تحيا مصر أنا جاية من محافظة جنة وكانت هنا يعني التسهيلات تمام كلها وبنشكر السيد الرئيس ويارب يكون ناصر للغلابة كده وعشمانين فيه في اللجاة إن شاء الله منحظة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة